في سببين يا جماعة يخلوا الدودة دي ما تموتش او الجرسومة بتاعت المعي دا ما تموتش الجرسومة بتاعت المعي دا ما تموتش السببين دول الحقيقة واحد الاسراف غير المبرر في المضادات الحيوية انا دلوقتي بدأت اقول يا جماعة انا حد مضاد حيوى كدكتور بس لو العيان اللي انا اددته مجموعة المضادات الحيوية دي كان بيستخدم المضادات الحيوية قبل كده وقطعها وهو بيستخدمها يعني العلاج عشر تيام خد خمسة وسكت العلاج تمان تيام خد اربعة وسكت مرة في مرة هذا المضاد الحيوي ما بيجيبش فايدة وده اللي احنا بنصرخ ونقول يا ما تستخدمش مضاد حيوي من الاول يا لما تستخدمه تاخده للاخر لانه لو كذا مضاد حيوي حضرتك قطعته بعد كده همدور على مضاد حيوي ندهلك في وقت الازمة ما اللقيش وده اللي بيحصل مع مرضى البكتيريا الحلزونية او الجرسومة البكتيرية حاجة تانية انه الجرسومة الحلزونية او الاتش بايلوني دي لها طبقتين فالمضاد الحيوي يدخل في طبقة ويروح طالع بين الطبقتين فبالتالي ما يصيبش هذه الجرسومة وبالتالي يفشل العلاج ولذلك عندنا اربع مجموعات دوائية منهم دواء موجود في المانيا وموجود في الكويت والسعودية ودايما بنصح المصريين اللي منهم يفشل معا العلاج مرة واثنين انه يجيب هذا العلاج اللي موجود برا مصر فمثلا عندي مركز في سوهاج كانوا ناس سوهاج عشان بيروح الكويت كتير كلهم كان بسهولة يحصلوا على هذا العلاج حبيبنا في لقصر في المركز الطب بتاعنا في لقصر برضو ناس كتيرة منهم بتسافر وبتعرف تجيب هذا العلاج طيب ايه حكاية حموضة المعدة لانه ده موضوع هو اللي انا عايز احكيه بصراحة لانه لما الحموضة بتاعت الحامض ده تقل المفروض انه فيه امونيا جوه المعدة الباكتيرا دي بتطلع اليوريز انزايم اليوريز انزايم يحول اليوريا دي الانه شادر او امونيا الانه شفور الامونيا دي القلوية بتاعتها 12 فبالتالي بدل ما الحمض كان واحد القلوية تبقى 12 ويبقى حمض المعدة كأنه مش موجود